مكتب الكهرباء ينفي كل ما يرجو حول وضع جدولة خاصة لتوزيع الماء الشروب بالمدن المغربية الكبرى مغاربياً الأحزاب التونسية تقاطع الانتخابات التي دعا إليها قيس السعيد وتتابعنا في النشرة المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية قبل وديتي أتشيلي والفاراقواي نشرة الأخبار من قناة كافانكاتخ بطنجا أهلا بكم شدد رئيس الحكومة عديد أخنوش أمس الاثنين في نيويورك أن المغرب أحرز بفضل توجيهات الملكية السامية تقدماً كبيراً في مصاري إصلاح منظومة التعليم وتجويدها في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية وأوضح أخنوش في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى لقمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم أنه بفضل توجيهات الملكية السامية أحرز المغرب تقدماً كبيراً في مصاري إصلاح منظومة التعليم وتجويدها في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية تماشياً مع طموحات الأجندة الأممية 30 و 2000 للتنمية المستدامة وانسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية للنموذج التنمو الجديد نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كل ما يروج حول وضع جدولة خاصة لتوزيع الماء الشرب بمختلف المدن المغربية الكبرى وأشر المكتب في بلاغ له أن بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية تداولت أخباراً تفيد بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعتزم وضع جدولة خاصة بساعة التزود بالماء الشرب بمختلف المدن المغربية الكبرى ابتداء من الأسبوع الجارئ وحول هذا الموضوع يضيف البلاغ ينفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشكل قاطع عادي الإشاعات والمغالطات ويكذب كل ما يروج من أخبار زائفة حول هذا الموضوع كما أكد المكتب أنه لم يتم التواصل معه من طرف أي وسيلة من وسائل الإعلام قبل نشر هذا الخبر وأنه لم يصدر أي تصريح أو بلاغ بهذا الخصوص مغاربيا أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة أمس الأثنين أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر ديسمبر والتي ستجرى وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيد والخميس أصدر سعيد الذي يحتكل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ الخامس والعشرين يوليو واحد وعشرين وألفين قانونا انتخابيا يقلص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثر والفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به قبل احتكار سعيد السلطات العام الماضي وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقره في استفتاء نظمه السعيد في يوليو وشهد مقاطعة كبيرة في الملف الدولي لقي 300 شخص على الأقل مصرعهم في مختلف الحوادث المرتبطة بالفيضانات في نيجيريا منذ مطلع السنة فيما يتوصله طول الأمطار الغزيرة بالبلاد وفق ما أفاد به مسؤول في الوكالة الوطنية لتدبير حالة الطوارئ أمس الاثنين وأوضح مصطفى حبيب أحمد المدير العام للوكالة خلال اجتماع تقني بشأن الفيضانات أمس في أبوجة أن 29 ولاية في البلاد عانت من فيضانات هائلة وأن ما لا يقل عن 500 ألف شخص تضرر منها حتى الآن وحسب ذات المصدر فقد اضطر أكثر من 100 ألف شخص آخرين إلى النزوح ويعيشون إما في ملاجئة مؤقتة مثل المدارس والمباني العامة الأخرى أو بين عائلات مستضفة متطوعة أجل المنتخب الوطني لكرة القدم مساء أمس الاثنين أول حصة تدريبية قبل المبارتين الوديتين التي سيخوضهما أمام كل من منتخبات تشيلي بمدينة برشلونة يوم الجمعة الثالث والعشرين شوتنبر والبراجوا يوم الثلاثاء السابع والعشرين شوتنبر بمدينة إشبرية وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقع الرسمي أن جميع اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة التحقوا بمقر إقامة المنتخب الوطني بمركم محمد السادس لكرة القدم بالمعمرة باستثناء نصير مزراوي وحاكم زياش وسوفيان مرابط ويسين أبونو الذين سيلتحقون بالتجمع الإعداد لأسود الأطلس وكان وليد الرقراجي قد كشف الاثنين الماضي عن أسماء اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمبارتين الوديتين والتي تميزت بعودة حاكيم زياش ويونس بالهند بأخبار الرياضة نسل وإيكم إلى نهاية النشرة للمزيد من أخبارنا وأخبار العالم زروا موقعنا الإلكترونيكا بانكاتخ.م شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء